بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله اشارك معاكم تجربتي الكاميرا في شراء بعض المنتجات من امريكا لا دي البيتزا دي بعض المنتجات اهيه من امريكا لحد باب بيتي باستعمال خدمة شوبان شيب خلونا قبل من نبدأ الفيديو اقول لكم على المحتوى اللي هيدور عليه الفيديو وهو وسيلة الدفع اللي انا استعملتها الفيزا او الماستر كارد اللي انا استعملتها في الشراء من امازون وازاي سجلت في شوبان شيب وليه اخترت شوبان شيب وصلتني الشحنة او السلعة اللي انا شاريتها من امازون في وقت قدية لحد باب بيتي وقال واجهت مشاكل ولا لأ ودفعت قدية في الجمارك كل ده نشوف مع بعض في الفيديو ده بالتفصيل لو تفتكروا اتكلمنا من حوالي شهر عن خدمة يو اس جوباي ان هي بتعمل لك عنوان امريكي حقيقي من خلاله تقدر تجمع فيه كل السلعة اللي انت بتشتريها من امازون او من اي مطجر في امريكا وبالتالي تقدر تشحنها لعنوانك في مصر نفس الخدمة بتقدمها شوبان شيب ولكن اللي خلاني سبقت بشوبان شيب لاني لقيت احد الناس اللي باثق فيهم جدا وهو باشمانس احمد ابو زيد كان اتكلم في فيديو ان هو استعمل خدمة شوبان شيب وكمان كان منزل عرض ان احنا ممكن نسجل في شوبان شيب باستعمال الكود بتاعه اللي هو احمد ابو زيد في الحقيقة ما عرفش هل الكود ده لسه شغال لحد النهاردة ولا لا انك تقدر تسجل بشكل مجاني في الموقع لانه كيمية التسجيل بتكون اربعين دولار تقريبا فمش عارف شغال لحد النهاردة ولا لا دي كانت مقدمة سريعة علشان تفهم الموضوع باختصار دار معايا ازاي علشان دي اول مرة اشتري بشكل شخصي من امازون مش ان اكلف حد يشتري او اخلي واحد صاحبي يجيب لي حاجة والكلام ده كله لا اشتريت بشكل شخصي تماما لحد باب بيتي المنتج او الحاجات اللي انا اشتريتها واصلت مبدايا الفيزا اللي انا استعملتها هي فيزة الانترنت من بنك مصر ما بتحتاجش انك تعمل حساب ولا بتحتاج تعمل وديعة ولا اي حاجة خالص كل اللي عليك انك بتروح البنك تقول لي عاوز فيزة انترنت اللي هي البريبيت كارد او المدفوعة مقدمة بيعملك الفيزا بحوالي عشرين تلاتين جنيه معرفش هل دلوقتي وصلت لكم ولكن المميز فيها ان الليمت اخرج فيها خمستاشر الف جنيه في الشهر طبعا رقم خمستاشر الف جنيه لاغلب او اغلب الناس لو كانت طلبة كمان هيكون مبلغ كبير في خمستاشر الف جنيه كويس جدا جدا خاصة لو انت هتشاري منتجات في حدود خمستاشر دولار عشرين خمسين بالكتير او حتى مية فمعاك طبعا لحد خمستاشر الف جنيه اللي هم تقريبا بالدولار حوالي تسعمية دولار فاعتقد انه مبلغ كافي جدا ولو كنت حابب تشتري حاجات بمبالغ اكبر من كده فانصحك انك تعمل موضوع الوديعة اللي اتكلم برضو عنه احمد ابو زيد ايسيب لكم الرابط بتاع موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول ان شاء الله نيجي بقى للخدمة اللي ساعدتني في اني اشتري المنتجات وتوصل لحد باب البيت وهي خدمة شوبان شب التسجيل في الموقع سهل جدا مفوش ايها مشكلة تحط كل بياناتك بشكل سليم وبعد كده تستعمل الكود اللي هو بتاع احمد ابو زيد عشان تسجل في الموقع بشكل مجاني تماما لو كان لسه الكود شغال لو الكود لسه مش شغال فاعتقد انهم هينزلوا عروض جديد او انا حاول اتواصل معاهم بحيث ان انا اجيب لكم منهم عرض ان انت تسجل برضو بشكل مجاني او حتى لو في اي عروض نقدر نسفيد منها فهقدمها لكم من خلال الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله الجميل في شوبان شب انك بعد ما تخلص بيانات التسجيل تماما وزي الفل هتلاقي الموقع ده لك تلاتة وعشرين عنوان في تلاتة وعشرين دولة مختلفة في دول اجنبية بقى ودول العربية تقدر تشتري يعملو لك مكان مخصص صندوق بريد مخصص ليك انت لوحدك تشتري يجولك على صندوق بريد شوبان شب ياخدها ويغلفها ويجيبها لك عن طريق شركة الشحن ارميكس او اي شركة انت عاوزها لحسب الاشتراك بتاعك نيجي بقى الحالتي وهي ان اشتريت من امريكا من مطجر امازون اشتريت من امازون والشحنة على طول راحت لي العنوان بتاعي اللي حددوه لي من خلال شوبان شب بعد كده هتدخل على موقع شوبان شب عشان تعمل تراكنج او تتبع لي الشحنة بتاعتك وصلت لحد فين هتلاقي في مواصفات للشحنة هتدوس على الرقم ده هيظهر لك حالة التتبع بتاعتها وصلت بقت تلاتين في المية بقت سبعين في المية بقت مية في المية لحد ما توصلك لحد باب البيت بتاعك فتقدر بكل سهولة تعرف الشحنة كاعتك راحت فين وصلت فين وهل في مشاكل فيها ولا لا كمان تقدر تتواصل مع صفحة الدعم بتاعتهم بشكل مباشر على الفيسبوك وبيردوا على اي حد فمش هتلاقي مشكلة في التواصل او في انهم يحلوا لك مشكلة لو كان عندك اي مشكلة من اي نوع من خلال موقعهم شوبان شب حالة انا اشتريت فلاشتين ولكن مش فلاشات عادية هقولكم عليها بعدين ومايك اه يتوصل دايرت على طول بالكاميرا فكانوا زموهم أليل جدا جدا ومايتعداش المية وخمسين او الميتين جرام يعني اول ربع كيلو او اقل من الربع كيلو والتكلفة بتاعتهم الكلية الى انا دفعتها هي عشرين دولار ولحد ما الراجل ما جالي لحد باب البيت دفعت عن الاستلام تقدر تدفع من خلال الفيزا في شوبان شب تقدر طبعا تدفع ولكن انا دفعت عن الاستلام الراجل جالي لحد باب البيت بالتمناة بتاعته وبعد كده دفعت الرسوم حوالي تلتمية ستة وخمسين جنيه. ولو هنجي نبص هنا في تفاصيل دفع الشحنة فارسوم الشحن كانت تسعة دولار بس. والرسوم الجمهورية دفع عليها جمارك عشرة دولار وتسعة وتسعين. يعني اللي هنضرب حداشر في سبعتاشر بوينت سبعة. فالجمارك اللي انا دفعتها بالضبط مية اربعة وتسعين جنيه. قول ميتين جنيه على الحاجات دي. اعتقد سعر كويس جدا جدا على الدبح اللي بيحصل في مصر. ولكن خلينا اقول لكم برضو ان موضوع الجمارك بيكون ساعات صدف. مش ماشي بنسبة سابتة. لان انا فيه منتجات كنت بجيبها مرة جبت آآ كده مش عارف بستة دولار ولا خمسة دولار. دفعت عليها اكتر من سعره اصلا. ومرة جبت مش عارف منتج كان ايه. وما دفعتش عليه حاجة خالص جالي بدون اي تكاليف. فمش عارف العملية ماشي ازاي. فالموم من ايه مية اربعة وتسعين جنيه مبلغ في الجمارك. نحمد ربنا عليه. فيا رب الحاجات يجي والجمارك ما تتباحناش. لان موضوع الجمارك ده هو العقبة اللي بنقابلها. ولكن بقى خلينا بعد كده لما نشتري حاجة لها وازن بقى لها تقولها كده. اقول لكم دفعت برضو فيها جمارك اد ايه في بوست على بتاع اكاونت او آآ قناة اليوتيوب. نيجي بقى للنقطة الاخيرة وهي الحاجات دي وصلتني في اد ايه من ساعة ما اشتريتها في امازون. طبعا انا اشتريت من امازون الحاجات دي. فبتوصل في خلال من خمس ايام او سبع ايام اعمال. انا اشتريت الحاجات يوم اتنين وعشرين بالضبط وصلتني يوم تلاتين على آآ عنواني اللي موجود في امريكا. بعد كده شوبان شب خدها وعملها وزبطها ووصلها وخلصها من الجمارك كل ده في يومين بس. في يومين بس. يعني في خلال العشرة ايام الحاجات كانت موجودة عندي هنا. طبعا ممكن يكونوا اقل من كده برضو. وممكن يكونوا اكتر من كده حاجات بسيطة على حسب الحاجات اللي انت بتشتريها. وعلى حسب امازون هيوصلها فده. فمعروف كده 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 امازون بيوصل الحاجات بسرعة. هو بيقول لك ماكسيمام هيكون معاك مثلا من خمس ايام عمل لسبع ايام عمل. وممكن لو عزها بشكل اسرع في نفس اليوم او اليوم اللي بعده. فهتشاغل طبعا شوية علشان الحاجات توصلك بشكل اسرع. فدي كانت تجربتي الكاملة من خلال الشراء من موقع امازون لحد مصر. فالموضوع يعني حبيت ان انا اشارككم به بحيث ان اي حد لو حابب يشتري او عنده عقبة في موضوع الشراء من خارج مصر. ياريت بقى لو حد عنده تجربة برضو تقدر تفيدنا يشاركنا بها من خلال التعليقات بحيث ان احنا نجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي تقدر تسهلين عملية الشراء من على الانترنت بوسيلة دفع بقى او بطريقة معينة او بخدمة. المهم تشاركنا الموضوع اللي انت عملته من خلال التعليقات تحت الفيديو. فده بكل بساطة اشترك ان شرح الموضوع ياريت في الاخر لو اعجابكم الفيديو مستوش يدعموني بانكم تضغطوا لايك للفيديو ودوس سبسكريب او اشتراك للقناة اللي يكون المدورة اللي فابروس دي ولو كان عندك اكتراحة وايستفسار قلولي برضو من خلال التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليك في اسرعات واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته